عواد من الموسم اللي فات يا كابتن وائل افضل لاعب في تشكيلة نازل زمالك افضل لاعب في كثير من المباراة دايما يؤدي مستوى الى حد كبير سابت النهاردة هو افضل لاعب في المباراة ويحتاج طبعا ان احنا نديله حقه ده حقيقة يمكن احنا اكمل على كلام كريم ان هو قالك ان الزمالك ده مش معناه انه خد دور السنة اللي فاتت يبا هو كان في احسن حالاته بدليل ان احنا قلنا السنة اللي فاتت كل شو هنقول ايه نجمل مباراة عواد ده حوالي 6-7-8 ماتشاط تماما يمكن هو سبب رئيسي بنسبة 90% ان الزمالك ياخد دوري واتكلمنا قبل كده معك كريم وقلنا ان الزمالك محتاج لعشر صفقات وبالفعل الزمالك جاب عشر صفقات ده معنا ان هو كان محتاج صفقات بشكل كبير لكن هي حتت بقى الصفقات دي يعني ليه بتاعت ناد الزمالك يعني انت النهاردة لازم تجيب لعيب عنده شخصية كويسة احنا كنا لسه بنتكلم على الناشي ان هو يبقى عنده شخصية وعنده رؤية عشان يبقى لعيب كبير عشان يستحمل الضغط الجمهور فلازم بقى لعيب لصفات معينة لصفات ان هو يلعب في ناد الزمالك الحاجة التانية يمكن كريم قالك ان الصفقات دي لسه مبقاش في تجانس بس انا بعتب على مستر فريرا اللي هو اخرهم شوية في دخول مع الفرقة انه خد بالك احنا كان عندنا في البداية لو تفتكر ماتشات سهلة جدا في افريقيا ما دخلش اللعيبة دي ما حاولش يدخلها بنسبة كبيرة على اساس اللعيبة دي فهو لو كان دخل اللعيبة دي من بدري اعطاكك الامور كانت تفرق بدليل ان احنا كمشاهدين طلبنا الصفقات انها يبدأ بيها هو دلوقتي بدأ يثبت وبدأ يبقى فيه على اقل 4-5 صفقات بتلعب من البداية فده كان مهم جدا على اساس انها حتة التجانس واللعيبة كمان تاخد على حتة الضغط بشكل كبير لان انت يعني انها النهاردة مثلا بعاتب انه هو لعب دونجا النهاردة الماتش صعب جدا دونجا بقاله فترة لسه راجع من عملية ورجع من اصابة في الوقت ده انت ممكن تحرقه احترامي رغم ان دونجا لعيب كبير ولعيب منتخب لكن انت النهاردة ماينفعش تحطه في وقت انت مضغوط بالشكل ده تمام وبعدين انت النهاردة لو عايز تلعب دونجا وعايز تزود نص الملعب وتقفل بشكل كويس كان لازم تسيب السيسي كمان معاه لكن انت بدلت واحد بواحد واحد لسه راجع من اصابة ده ممكن يعمل لك مشكلة انت النهاردة طلعت مصطفى شلبي وهو كويس يا دوب نزل لعب ديها في الشوت التاني وبعدين خرجته يعني انت حتى ما خرجتوش بين الشوتين لغم ان هو ماشي بشكل كويس